بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بداية هذا اللقاء الثاني والمحاضرة الثانية في مساق المحاسبة المتوسطة في قسم المحاسبة وفق التعليم الإلكتروني في جامعة الإسراء أرحب بكم أعزائنا الطلبة ومتمنيا لكم دوام الصحة والعافية سنبدأ الآن بعرض ما تم شرحه المحاضرة السابقة في فصلنا الأول في الجزء الأول الذي كان بعنوان الإطار المفاهيم للمحاسبة المالية ستحدثنا عن مقدمة بسيطة ثم انتقلنا إلى طبيعة الإطار المفاهيمي ثم انتقلنا إلى طبيعة وأهمية ومحتوى ومحتوى الإطار الفكري والنظري للمحاسبة الأمالية ثم انتقلنا إلى مكونات الإطار النظري للمحاسبة المالية ثم تحدثنا عن الأهداف المحاسبية والغرض المحاسبي ووصولا إلى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وعلاقتها طبعا بعناصر القوائم المالية هذه اللي هنركز عليها كمان مرة لأن الخصائص النوعية هذه لا بد من ربطها في عناصر القوائم المالية ثم سنتحدث اليوم عن عناصر القوائم المالية والفروض المحاسبية الأساسية لهيكل هذه المحاسبة المالية أيضا سنتحدث عن المبادئ المحاسبية الأساسية والمحددات الأساسية ثم ننتقل فيما بعد في مناقشة بعد على نجموعة من الأسئلة والتمارين التي ستكون بين أيدينا إن شاء الله في المرات القادمة طبعا كما تعلمون أننا تحدثنا عن مجموعة من الأهداف أو مجموعة من الخصائص كما تذكرون في الشكل الذي يتحدث عن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المتمثل في أول شيء فيه خصائص لمتخذ القرار متخذ القرار أول خاصية كانت نحكي عنها التي هي القابلية للفهم هذا كل مراجعة القابلية للفهم طبعا وهذه الخاصية لا بد أن يكون مجموعة من المحددات تمثلت في أن التكلفة والمنفعة من أعلى وهنا من أخذها بعين لاعتبار وأيضا انتقلنا إلى الأهمية النسبية هذه المحددات التكلفة والأهمية النسبية ثم انتقلنا إلى برضو مجموعة من الخصائص تمثلت الخاصية الأولى بالموثوقية والخاصية الثانية طبعا بالملاءمة هذا كل شرح سابق وكانت الموثوقية انبثق عنها مجموعة من الخصائص الأساسية التي تؤكد أنها موثوقية هذه المعلومة تمثلت فيه التحقق أو الخاصية والخاصية الثانية الصدق بالعرض والخاصية الثالثة الحيادية ثم انتقلنا إلى الملاءمة والملاءمة كانت لابد أن تتكون من التوقيت المناسب والتغذية الراجعة والتنبؤ إذن أنا عشان معلومة تكون قلنا معلومة دقيقة وملائمة لابد أن تصل في الوقت المناسب وتكون تغذية راجعة لقرارات مستقبلية ولها القدرة على التنبؤ بالمستقبل لأن أنا حتخذ قرار طالما حتخذ قرار إذن لازم تنبأ بيش المستقبل أيضا كان من الخصائص اللي هو الثبات الثبات على القواعد والأسس التي مشينا عليها والمعايير وفي حالة التغيير لا بد من ذكر ذلك والأسباب التي أدت إليه هذه السبات والاتصاق يقودنا إلى إيش القدرة على المقارنة القدرة على المقارنة طبعا هذه الخصائص التي حكينا عنها وكانت بشكل بسيط موجود معكم في شكل بسيط حددت لنا إيش الخصائص النوعية لهذه المعلومات الآن ولا بد من ربطها بعناصر القوائم المالية وما يتلوها من فروض للمبادئ المحاسبية والمحددات المحاسبية تمام ننتقل الآن إلى جزءنا اللي هو الآن بتكلم عن القوائم المالية أول شرط بقول لك أحد الشروط الواجب توفرها عشان ندخل الحدث الاقتصادي التباعي أي حدث حدث فيه سجلاتي وفي القوائم المالية المشاة أعمال هو أن ينطبق عليه تعريف عنصر من عناصر القوائم المالية عندنا نحن عناصر القوائم المالية أي حدث لا بد أن ينطبق على عنصر من عناصر وكذلك إمكانية قياسه سواء نقدي إمكانية القياس النقدي وكذلك الملاءمة والموثقية وهناك ثقة في المعلومات نيجي نشوف عناصر القوائم المالية المكونة من عشرة عناصر لنبدأ واحدة واحدة أول حاجة في عناصر القوائم المالية في عنا ثلاث قوائم مالية أساسية تحكي المبدأ نحكي عنها اللي هي قائمة المركز المالي ودير بالك في عنا قائمة التدفقات النقضية أيضا سنحصل عليها وندخل فيها وحتكون إنها معلومات إن شاء الله في المستقبل في عناصر القوائم المالية قلنا في عنا عناصر قائمة مركز مالي وفي عنا عناصر قائمة تسمى بالتغيرات في حقوق الملكية وفي عنا عناصر له قائمة الدخل لو جينا نحكي عن قائمة المركز المالي أكيد بتعرفوا عنها التي تسمى كذلك الميزانية لدينا ثلاث عناصر أساسية تمثلت فيه أصول إذا نعجب الإضافية ويشفي توزيعات أرباح عشان تزيد اللي هو حقوق الملكية أما عناصر قائمة الدخل أو زي ما بقوله قائمة الأرباح والخسائر حتتمثل من جانبين عندنا إيرادات لازم يكون عقبالها مصرفات أرباح عقبالها خسائر وبالتالي دخل شامل اللي هو بشمل الدخل اللي هو من الربح التشغيل الأساسي بأي أرباح أخرى المهم الدخل الشامل الكامل في نهاية كما سنتعرف عليه في قادم الصفحات إن شاء الله تعالوا نخش في التفاصيل في عناصر القوائم المالية ونوضح ونعرف كل أصل أو كل عنصر من عناصر القوائم المالية إيش هو لو جينا نحكي على أول جزئية عننا هنحكي عن الأصول الأسيتس أو يسمى بالموجودات لنقول الأصول أو موجودات طبعا إيش هي عبارة عن منافع اقتصادية إيش مالها مستقبلية محتملة طبعا تتسيطر عليها أو تملكها مين أي منشئ اقتصادية نتيجة عملية أو حدث شراء بيع إلى آخر إلى آخر امتلكنا منافع اقتصادية لها تأثير مستقبلي أو لها آثار مستقبلي هذه هي الموجودات نيجي للجزء اللي حيكون عقبال الهو الالتزامات أو تسمى بالمطلوبات هناك منافع اقتصادية هين تضحيات مستقبلية إيش ضحيت محتملة بمنافع اقتصادية ناتجة عن إيش تعهدت حي تعهدنا بإشي لوحدة اقتصادية مثلا تحويل أصل أو تقديم خدمة لوحدة أخرى في المستقبل نتيجة عملية وحدة السابقة إذن هي تضحية هناك منفع حصول هنا إيش تضحية مستقبلية مقابل أنه أنا محتمل أحصل على منافع اقتصادية مستقبلية العنصر الثالث يتمثل بالحقوق ويتي وهي حقوق الملكية طبعا المتبقية في أصول الوحدة الاقتصادية بعد من شيل الالتزامات يعني صافها الأصول كله بعد من شيل الالتزامات ما يتبقى هو يسمى بحقوق الملكية العنصر الرابع اللي ممكن نحكي عنه اللي هو استثمارات المالكين استثمارات المالكين هي عبارة عن الزيادة في صاف الأصول زيادة في صاف الأصول لوحدة معينة ونتجة عن تحويل أي شيء دا قيمة من وحدات أخرى لامتلاك حصة في الملكية وهذا قد يكون إما على شخ التخديم أصل أو خدمة أو تحمل الالتزام إذن هي زيادة في صاف الأصول للوحدة ناتجة عن تحويل الإشي إلو قيمة عشان أمتلك حصة في الملكية طبعا أقدم أصل أو خدمة أو إيش أحصل أو أتحمل أي التزام لدي نيجي للتوزيعات للمالكين في استثمارات العين في توزيعات للمالكين هي النقص هناك إيش قلنا زيادة عبارة عن زيادة هنا النقص في صاف الأصول لوحدة اقتصادية معينة ناتج عن تحويل أصل أو خدمة أو تكبد التزامات من قبل من المنشأ المالكين هناك العكس عشان أمتلك حصة هنا من قبل المنشأ لمالكين طبعا هذه التوزيعات بتندي إلى نقص في حقوق المالكين في الوحدة الاقتصادية ميجي إلى الدخل الشامل برضو منصر من العناصر المهمة Comprehensive Income هي عبارة عن تغير صاف الأصول لوحدة خلال فترة معينة ناتج عن عمليات وحدة يعني صاف الأصول زاد عندي نتيجة تغير أو نتيجة عمليات وأحداث وظروف عدا تلك المتعلقة بالمالكين يعني مش المالك جاب راس مال وحط زود راس مال لا هي أحداث وعمليات خلال فترة أدت إلى تغير في صاف الأصول طبعا ويشمل ذلك طبعا التغيرات في الملكية خلال الفترة عدا تلك التي ناتجة عن استثمارات المالكين أو توزعات للمالكين هذه لا تعود ضمن الدخل الشام أيضا عنصر لدينا يسمى بالإيرادات revenues إيرادات يبقى التدفق داخل تحسنات على أصل تسوية لالتزامات مزيج منهم من خلال خلال فترة معينة نتيجة تقديم خدمات أو بضاع أو أنشطة تمثل العمليات المستمرة والمركزية الوحنية يعني في عملية بيع مبيعات تقديم خدمات أي شيء بضائع إلى آخر كل ذلك له تأثير كتدفق داخل يسمى بين قسين إيرادات لا بد من احتسابها طبعا عقبال هذه الإيرادات إيش راح يكون عنا مصاريف عقبال هذه الإيرادات المصاريف هي هذا تدفق داخل هذا تدفق خارج أو استخدام للأصول أو استحقاق لالتزام معين أو مزيج بينهم خلال فترة ناتج عناش تقديم خدمة أو بضائع أو أنشطة برضو من عمليات مستمرة يعني شارين أبضاع دفعنا تكلفة معينة هذه كلها مصاريف لشيء شارع لي تدفق خارج استخدمنا أصل هذا نتج عنه مصاريف إذن هتكون عقبالها إيرادات نيجي لا المكاسب اللي هو غاينز هي أيضا زيادة في صاف الأصول لكن ناتج عن عمليات خارج عن النشاط الاعتيادي الإيرادات العادية والدخل العادي من العمليات التشغيلية الرسمية مثلا لدينا مشروع بيع شبسي مثلا مصنع لبيع شبسي أو أي قطعة نتيجة هذه العمليات نتيجة نشاط هذا من النشاط الرئيسي أو التشغيلي هذا يسمى ربح تشغيل أو إيراد عادي لكن المكاسب هي التي تأتي من عمليات غير مستمرة وغير اعتيادي مثلا لدي أصول أصول بعته بمرضح أو بعت شيء أو استخدم التمويل معين في أسهم معين في غير نشاط الرئيسي وحصلت عليه يعني هي زيادة في صاف الأصول نتيجة عملية خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأ أو عمليات عرضية أو طارئة أو أي نوع من العمليات التي لها تأثير على الوحدة خلال فترة معينة تلك الناتجة عن إرادات طبعا واستثمارات للمالكين إلى آخر يعني بيعنا أصل بسعر أكبر إلى آخر كما تحدست سابقا الخسار اللي هي اللوس نقص هناك زيادة المكاسب في صاف الأصول هي النقص في صاف الأصول ناتج عن عمليات خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأ أو عمليات عرضية أو أي عمليات عن جميع الأحداث والعملات التي تحدث يعني هي نقص في صاف الأصول ناتج عن عمليات خارجة عن النشاط ومصرفات هنا برضو نفس هذا عكس المكاسب برضو عمليات عاضية بيعنا أصل واخسرنا فيه بيعنا شيء معين هذا له تأثير أدى إلى نقص في صاف الأصول طائعا إيش إحنا هنا باللاحظ أن هذه العناصر السابقة تنقسم إلى مجموعتين الأولى تتمثل بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية هذه بنود تسمى بنود ساكنة أما المجموعة الثانية فتشمل العناصر المتبقية وتمثل بنود تدفقية كذلك لنلاحظ أن التغير في بنود المجموعة الأولى ناتج بكون عن التغير وين في المجموعة الثانية وبدنا كمان ننتبه أنه مفاهيم الاعتراف والقياس المحاسب اللي هي في المستوى التالت عندنا حنشرحها هذه اللي بتشرح ما الذي ومتى وكيف يتم كيف يتم الاعتراف بهذه العناصر والأحداث المالية وكيفية قياسها وعرضها في النظام المحاسبي وتجدر طبعا هنا طبعا إشارة إلى فهم هذه المفاهيم بدلا من التركيز على تصنيفها وتنظيمها القصة مش تصنيف وتنظيف وعرض وإنما فهم واضح بالتصنيف كيف العملية بتتم وكيف القياس وكيف باعترف وكيف باعترف بهذه العناصر وحطها ضمن العناصر ننتقن الآن للجزء الثاني المتمثل بش الفروض المحاسبية الأساسية basic assumption اول فرضية تسمى فرض الوحدة الاقتصادية income entity فرض الوحدة المحاسبة ايش يعني ذلك انه يمكن بقولك ربط المشاط الاقتصادي بوحدة اقتصادية مسألة معين وليس بالدرورة ان تكون الوحدة الاقتصادية وحدة قانونية اي وحدة اقتصادية نربطها بنشاط اقتصاد معين تسمى ايش وحدة اقتصادية وتعامل معاملة زي الشخصية المستقلة لها الاستمرارية going concern الاستمرارية الفرض التاني ايش يعني انه يتوقع من ان يكون للمنشأ عمر طويل وفي حال عدم تحقق هذا الفرض لا يمكن تبريل استخدام مبدأ اللي هو التكلفة ولا داعي لعملية الاهلاك والاطفاء ولن يكون هناك اي اساس لتصنيف هذه الوصول والالتزامات هن قسمنا العمر لأي منشأ هو سنة عشان كل سنة نعمل الميزان ليش لانه على فرض طبقا لمبدأ ايش الفرض الثالث وحدة إيش النقيد تستخدم لقياس الأنشطة الاقتصادية طبعا تستخدم هذه لقياس الأنشطة الاقتصادية لأنها إيش ملائمة وبسيطة ومتاحة عالميا ومفهومة مفيدة كما يفترض أن القوة الشرائية لوحدة النقد تبقى مستقرة طبعا بشكل مقلول عالميا نظرا لأن دول جنوب مثلا أمريكا كانت تعاني وبشكل دائم من التضخم فإنها تقوم بإعداد القوائم المالية معدلة للتضخم وعادة ما يتم استخدام طبعا المؤشر العام لمستوى الأسعار في ذلك التعديل إيش فهمنا من هذا الكلام بنفهم أنه الآن لدينا وحدة النقد هي المال صح؟ 20 شيكل أو 30 شيكل لكن هنا في عندنا مشكلة بتواجهها ومستقبلا وكاملوا في المواد المحاسبية ستلاقوا معانجة لهذه لأن العملة تنخفض قوتها الاشرائية أو ترتفع من حين إلى آخر وبالتالي سيحدث نوع من أنواع التضخم وقيمة العملة بتقل وهذا له تأثير على تقييم الأصول التي لدينا مستقبل إن شاء الله راح توضح معنا هذه الأمور وكيفية معالجة هذه الآثار المترتبة على ذلك فرض الموجود عندنا الفترة الزمنية طالما ما نقول استمرارية إذن لازم أنا مش حضل ما لنهاية ما أعملش ميزانية ولا ما لنهاية أعمل قوام مالية إذن لازم يكون عندي فرض يسمى فرض الفترة الزمنية يعني تقسيم الأنشطة اقتصادية على فترات زمنية مصطنعة هذه القاعدة عامة كلما اتسعت الفترة الزمنية ازدادت دقة القياس المحاسبة وعلى كل فإن للمحاسبين يضحون ببعض من الدقة في سبيل توفير معلومات اللي هو بالتوقيت السليم وهذا مثال جيد على الموازنة ما بين الملاءمة والموثوقية إذن كما مر بشكل عاجل اللي هو الفروض المحاسبية الموجودة هي فرض الوحدة الاقتصادية وفرض الاستمرارية وفرض وحدة النقد وفرض الفترة الزمنية هذه فروض أساسية سنكمل معها إن شاء الله نيجي للجزء الثالث المتمثل في المبادئ المحاسبية الأساسية المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام هنلخصها بأكم من مبدأ من الآتي أول حاجة التكلفة التاريخية historical cost تمثل سعر الاقتناء هي عبارة عن سعر الاقتناء تاريخ شراء الأصل صح؟ وتستخدم لأنها موثوقة لماذا في مستندات شارناها هذه الآلب 5000 دولار أو إلى آخر طبعا ويطبق على تحديد تكلفة الأصول والالتزامات بشكل عام بقول لك في أوروبا تسمح المعايير باستخدام القيمة الاستبدالية في قياس بعض الأصول الثابتة وهذا أيضا يتطلب بيان الأثر ذلك على القوام مالية يعني مبدأ التكلفة التاريخية لديه من العيوب لكن حتى الآن لديه موثوقية ويحقق ما هو مضمون نيجي لا الاعتراف بالإيراد هذا المبدأ الثاني يتم ولك عادة عندما يتحقق الإيراد عندما يكون قابلا للتحقق هذا واحد واثنين يكتسب يعني أنا باعترف الإيراد إذا كان قابل للتحقق واحد اثنين يكتسب ها يتحقق الإيراد وكتش عندما يتم مبادلة السلع والخدمات ما تصير عملية مبادلة بالنقدية أو بمطالبة نقدية يعني بشك أو أي أمر من الأمور الكمبيلة والهذا عندما يسير هذه العملية مبادلة ويكون في نقدية أو في شك أو أي مطالبة نقدية إذن هنا بدأ يتحقق ويكون الإيراد قابلا للتحقق عندما تكون الأصول المستلمة أي أصل المستلم جاهز للتحويل إلى نقدية أو مطالبة نقدية في اختبار آخر عشان نضيفه لتحديد متى يتم الاعتراب بالإيراد فأقول لك الإيراد لا يعترف به إلا عند اكتسابه طبع متى يكتسب الإيراد يكتسب الإيراد عندما تكون المنشى قد أنجزت بشكل جوهري ما عليها فعله لتحقيق المنافع المتمثلة بالإيرادات يعني الإيراد يصبح مكتسب في حال أنه أنجز ما هو مطلوب معنه ليستحق أن يكون مبادلة معينة آني أنه نحصل على إيراد منه وهنا هنذكر النقاط التالية للاعتراب بالإيراد اللي هي مثلا عملية البيع نقطة البيع صارت بيع إذن في تحقق الإيراد أنتجنا منتج معين انتهينا من الإنتاج انتجنا القطعة المطلوبة حصلنا على معادل حصلنا على محاصيل زراعية إذن صار إش بشكل جوهري تم إنجازه إذن سيشير مطالبة وتحقيق نقضية وبالتالي سيتحقق ويكتسب هذا الإيراد خلال الإنتاج في المقاولات كذلك استلمنا نقضية في البيع بالتقصيد عملية الإيراد بتكون قد تحققت يعني عملية الإيراد جوهريا إيش يتحققت هذا مبدأ مهم جدا وإن شاء الله هيحتاج إلى تفسير فيما بعد في المحاضرات القادمة من خلال شرحنا المبدأ الثالث اللي هو المقابلة ماتشينج شير إلى طبعا الجهود مصاريف عندنا يجب أن تطرح أو تقابل من عقبالها إنجازات إرادات وهذا يكون مقبول عملية إرادات هذه الفترة عقبالها إيش مصرفاتها عشان نطلع صاف الإرادة أو الأرباح أو الدخل اللي مطلوب منها من المبادئ الأساسية المهمة مبدأ الإفصاح التام full إذن وصلنا للمبدأ الرابع وهو الإفصاح التام full discover ويتضمن طبيعة وكمية المعلومات الظاهرة في القوائم الملي عيش يجب أنها تعرض تفاصيل كافية وتؤثر على قرار متخذ وعلى متخذ القرار وأنها إجمالية يجب أن تكون مفهومة يعني معلومات تفصاح تام وكامل عن ما يجب أن يظهر في القوائم المالية مع وضع الملاحظات على القوائم المالية أو أي ملاحظات إضافية تضاف على القوائم المالية نيجي لآخر جزئية لدينا وهي المحددات المحاسبية أو القيود المحاسبية منها علاقة المنفعة بالتكلفة المحافظة على أنها تجب أن تكون منفعتها تفوق تكلفتها عندما بدأ أقدم معلومة طبعا هنا ستيجي من ضمن المحددات ما يسمى بإيش الأهمية النسبية يعتبر طبعا البند هاما نسبيا إذا أدى إدخاله إلى أثر وأثر على الحكم الشخصي يعني الأهمية العنصر مدى تأثيره على القرار يعني وجوده له تأثير وعدم وجوده أيضا له تأثير أيضا من ضمن المحددات له ممارسات الخاصية أو الخاصة بقطع معينة أو بقطاعات معينة قد تؤدي بقول لك إلى بروز على أسس نظرية أساسية مثلا بقولك نظرا مثلا تمويل رأس مال منشآت معينة في الباينة يتم عن طريق البنوك الكوبة هذه الأصول عادة ما تخفض التزاماتها وعادة ما تضخم وهذا الإجراء عادة ما يؤدي إلى تخفيض الطلب في توزيعات الأرباح ويحمي الدائنين من الإعصار إذن في عنا بعض الممارسات خطعات معينة عشان نحافظ على دخول الآخرين نتخذ بعض الإجراءات اللازمة لمنع تأثر الدائنين من خلال إجراءات معينة هذه تسمى محددات محاسبية كذلك آخر جزئية يعني التحفز أيش يعني التحفز يعني أنه في حالة أي شكل معين فلا يجب اختبار الحل وتحديد عدم المغالاة مثلاً في تضخيم الأصول والأرباح كيف التحفز أنا سياستي التحفز أنا بدي حافظ على مؤسستي من خلال مبدأ التحفز أو ما يسمى بمحددات التحفز كيف يعني لدي مثلاً الاعتراف بالإرادات عندما تتحقق بشكل جوهري كذلك الاعتراف مثلاً بالخسائر المستقبلية وعدم الاعتراف بالخساب الإرادات المستقبلية هذا نوع من أنواع التحفز تضخيم الأصول والأرباح عشان أضخم أصولي عشان أخفض أرباحي طبعاً لكن هنا وفق محددات ومعايير سليمة تكلفة والسوق أيهما أقل نوع من أنواع أيضاً التحفز أيش كمان ممكن نقول زي ما حكينا الاعتراف بالخسار المستقبلية وعدم الاعتراف بالإرادات المستقبلية نوع من أنواع التحفز والحماية طبعاً بهيك بيكون انتهى الفصل نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ونرجو منكم المراجعة وإن شاء الله فيما يتعلق بالصفحة الأخيرة أنا يبدو فيها اقتصاص بسيط هحاول أعدلها وابعتلك إياها مرة ثانية الصفحة الأخيرة لأنه في بعض الكلام مجتزأ إن شاء الله تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته